سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لسلطنة عمان بنهاية شهر سبتمبر من عام 2022 ارتفاعاً بنسبة 4.5% ليصل إلى أكثر من 26 ملياراً و 279 مليون ريال عماني وأشارت الإحصاءات إلى أن هذا الارتفاع يعز بشكل أساسي إلى نمو الأنشطة النفطية في نهاية شهر سبتمبر 2022 بنسبة 12% مسجلة نحو 9 مليارات و 404 ملايين ريال عماني فيما حققت الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 1.6% حيث يأتي هذا النمو للأنشطة غير النفطية إلى زيادة أنشطة النقل والتخزين والتي حققت أكبر نسبة نمو في الأنشطة غير النفطية خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مسجلة نسبة نمو بلغت 28.4%